كل سنة وانتم طيبين يعني ساعات قليلة ويبدأ حجاج بيت الله الحرام الوقوف بعرفات يارب يكون حج مبروك لكل من ذهب وأيضا للناس اللي هتقوم بالصيام إن شاء الله صوما مقبولا بإذن الله مصر والعالم العربي والدول الإسلامية كلها تستعد لعيد الأطحى المبارك أحده الله عليكم بكل الخير واليوم والبركات وحفظات مصر كمان وعلى سعيد مصر تستعد بالعادات والتقاليد قبل ما يجي لحضراتكم كنت كده بتصفح حاجة قديمة جدا بشوف حاجات لفرقة رضا وحنا بنتكلم عن الإبداع في مصر وعن الرموز وعن الفن بشكل عام إزاي كان الفن يرتبط بالإبداع والثقافة فرقة رضا أول ما كنت تسمع عنها هي فرقة فرقة تقدم رقصات شعبية رقصات من العادات والتقاليد ولكن هذه الفرقة لم تخرج إلى النور لمجرد حركات راقصة هنا وهناك يعني طبعا مصمم فرقة رضا محمود رضا زي ما احنا عارفين كان عنده يعني حلم بأنه يلف كل محافظات مصر وعلشان يقدر يجمع في يعني اللف ده وأنه يشوف المحافظات يقدر يجمع كل العادات والتقاليد ويقدر يقف ويشوف يترى كل محافظة عندها رقصات والرقصات دي خاصة بعادات وتقاليد مثلا هو لما حيروح الصعيد هيلاقي رقصة التحطيب لأنه رجال الصعيد لازم الرقص كان بالعصيان ونوع من أنواع التحطيب فيها كده رجولة وكان فيها كده معرفة وعدات وتقاليد حلوة بيتلموا بالزي الصعيدي الجميل الجلباب الصعيدي الجميل وكانت هذه الرقصات اللي كانت موجودة في فرقة رضا لما راح مثلا لبحري أو اسكندرية اختار برضو بعض العادات والتقاليد الحلوة لما راح مثلا لمدن زي سويس واسمعالية أو بورسعيد اختار أيضا الحاجات اللي كانت مرتبطة بالسمسمية وقعد يلف ويلف وبالتالي في الآخر خرجت فرقة رضا مش بس برقصات ولكن بفنون فنون تقدم ثقافة وتقدم إبداع في نفس الوقت فكر طب الرقصات دي هتكون على أي موسيقى كان فيه موسيقار عظيم اسمه علي اسماعيل هو اللي صمم كل الموسيقى والتأليف الموسيقي الخاص بفرقة رضا يبقى أنت في النهاية قدمت فرقة ويعني زرت كل محافظات مصر وأشركت كل محافظات مصر بعداتها وتقاليدها البسيطة اللطيفة وقدمت كمان موسيقى حتى الآن لمؤرخ ومؤلف موسيقى كبير زي علي اسماعيل هذا هو إبداع إذن الإبداع لابد وأن يرتبط طول الوقت بالثقافة بالعداد بالتقاليد إن احنا نقدم بلدنا بشكل حلو